بعد أن يأسى نبي الله إلياس من قوم إسرائيل وهدايتهم دعا الله سبحانه وتعالى أن يأخذه إليه أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى فما كان من الله إلا أن قبل دعاه وقبل أن يرتفع نبي الله إلياس إلى السماء العليا لكي يصبح انسيا ملكا أرضيا سماويا ألقى بعباته وهو ينطبي الفرص من النار الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لكي يأخذه عنده إلى نبي الله اليسع لكي يخلفه في بني إسرائيل كما هويت لكم في حلقة نبي الله اليسع اليوم سنستكمل قصة نبي الله اليسع اشتركوا في القناة 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 نبي الله اليسع إذ ما بدأت نتحدث عن نسبه هذا النبي قد نختلف قليلا حوله فهناك من يقول أنه ابن أخده وهناك من يقول بأن إذ ما تتبعنا نسب نبي الله اليسع سيعود إلى سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل فهذه الكما يرجح أن نبي الله اليسع هو ابن عمي نبي الله اليسع وكلها من الإسرائيلية اي لا يمكن الوطوق بها مئة بالمئة ومع ذلك لا يمكن تجاهل هذه المعلومات بعث نبي الله اليسع خلفا لنبي الله اليسع في قوم من إسرائيل وقد تناولنا هذا في حلقة نبي الله اليسع التي ان شاء الله سأترك رابطها في وصبي هذا الفيديو وقد أرسل لخلافة نبي الله اليسع في سبعين مدينة في الشام وكانت تتوسطها مدينة فيها ملك عنيد عديد اسمه بعلبك وكان يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والعمل بالطورات والعمل بما جاء به الأنبياء من قبلهم وبالأخص ما أنزل به موسى والأحكام التي أتى بها موسى والشرائع التي وجدت في الطورات ولم يختلف منهاج نبي الله اليسع عن منهاج نبي الله اليسع بحكم أنه قد تتلمذ على يد هذا النبي وأنهم جميعا هرسلوا إلى قوم بني إسرائيل الذين قد أخذ جميع الأنبياء خبرة حول هؤلاء القوم الفاصقين ظل نبي الله اليسع يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله لكن دون جدوى فبني إسرائيل في البداية عندما يأتيهم نبي يؤمن به الكثير ولكن سرعان ما يعصون هذا النبي ويتقلون عنه وفي بعض الأحيان يصل أمره إلى قتل هذا النبي ومهما حاول نبي الله ليسعى إصلاح أمرهم وإصلاح حالهم ونهيهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف لم يتغير شيء وظل بنو إسرائيل كما هم عليه بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل لا يتغير من حاول نبي الله ليسعى إلى أن توفيها نبي الله ليسعى ولم يتغير حالهم ولا شيء فخلفه الله بنبي آخر اسمه شموائي مما بالذكر عزيز المشاهد هناك من يقول بأن نبي الله ذو الكفل الذي هو أصلا قليل من يعترف بكونه نبي قد تلمذ على يد نبي الله اليسعى والله أعلم لأن هذا النبي لم يرد ذكره في القرآن الكريم إلا في موضعين بهجاز أي ذكر اسمه فقط في صورة الأنعام وصورة صاد لأن جميع المراجع التي روت سيرة هذا النبي هي من الإسرائيليات أي أنه يمكن التشكيك في صحتها من عدمه قد تلاحظ عزيز المشاهد أني اقتدقت في قصتي هذا النبي وهذا ببساطة لأن الأحداث معروفة ومتكررة دائما دعوة بني إسرائيل كفران بني إسرائيل عدم ربتهم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى إصرارهم على حب الأموال والدنيا على حب الآخرة نكران الجميل والمعروف دائما هذه الأشياء تتكرر في قصص الأنبياء مع بني إسرائيل أمنوا عزيز المشاهدين تكونوا قد ستعتم أستفدتم ولو قليلا بقصتي نبي الله الإسرائيل وأمنوا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي إن كنت قد قصرت في حق هذا النبي أو كنت قد نسيت شيئا ما حوله في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة